مرحبا وضحياتي لجميع كما قال الفيلسوف الكبير عبد الرحمن ابن خلدون وطبع ابن خلدون أشهر من أن يعرف ابن خلدون صاحب مقدمة ابن خلدون الشهيرة هذه المقدمة هذا الكتاب الذي أسس من خلاله ابن خلدون لما سيعرف بعلم العمران وفي واقع الأمر علم العمران لنقل هو بمثابة النواة الأولى لمختلف الدراسات الاجتماعية والعلم الاجتماع بصفة عامة طبعا علم الاجتماع بعد ذلك سيظهر بمفهوم الحديث على يد الفيلسوف الفرنسي الكبير أوجست كونت المهم فابن خلدون وفي المقدمة وفي سياق حديثه عن مراحل تطور الحضارات وكما هو معروف ابن خلدون شبه مسيرة تطور الحضارات بمسيرة تطور الكائن الحي بمعنى أنه قال أن الدورة الحياتية للحضارة تشبه الدورة الحياتية للكائن الحي وتحديدا للإنسان من ولادة ونمو وشباب ونضج فتراجع وشيخوخة ومن ثم موت واندثار أيضا الحضارة تمر بنفس الأطوار تولد وبعدها تنضج وبعدها طبعا تبدأ بالتراجع فتدركها الشيخوخة وهكذا إلى أن تندثر وتنتهي تماما كما الكائن الحي أو الإنسان طيب في سياق حديثه في المقدمة عن هذه المسألة مسألة انتقال الحضارة من طور لآخر وتحديدا هنا انتقال الحضارة من طور الطفولة إلى طور الشباب في الواقع أتى على ذكر أمر في غاية الأهمية عندما قال بأن كل تقدم إلى الأمام كل تقدم إلى الأمام في المسيرة الحضارية سيفقد الحضارة يعني عناصر أصيلة في تكوينها يعني تماما كما أن تقدم الصبي من طور الطفولة إلى طور الشباب في الرجولة طيب هذا التطور هذا التقدم سيفقد الصبي مثلا البراءة براءة الطفولة صفاء السريرة ليدخل في عالم الكبار وتعقيداته ونفس الشيء الحضارة عندما تنتقل من طور التكوين من طور الطفولة إلى طور النضج إلى طور التوسع أيضا ستفقد عناصر أصيلة في تكوينها ستفقد البساطة التي كانت عليها ستفقد الفطرة بساطة الروح بساطة الفكر وحتى بساطة الحياة في مكان ما وطبعا بحسب أبن خلدون يعني هذه مراحل تطورية طبيعية لا يمكن الإفلات منها ولا من آثارها هذه سنة الحياة في نهاية الأمر فإذا عندما تتقدم الحضارة من طور الطفولة إلى طور الشباب تفقد عناصر أصيلة وهذا ما حدث مع الحضارة العربية الإسلامية تماما كما حدث مع كل الحضارات يعني سواء السابقة أو اللاحقة فأيضا الحضارة العربية الإسلامية عندما توسعت سلب منها صفات معينة فلنقول أن المسلمون وبعد كل التوسعات والفتوحات والغزوات التي حدثت طيب وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد وجدوا أنفسهم أمام دول أمام مجتمعات وثقافات وشعوب مختلفة وجدوا أنفسهم في خضم شجار فكري وعقائدي مع ثقافات عريقة مختلفة سواء كانت فارسية، رومية، زردشتية، منوية طبعا مسيحية، يهودية وحتى هيلينية، يونانية في مكان ما وغيرها من ثقافات وأمم وشعوب مختلفة وكان من الطبيعي أن تأثر المسلمون بها تأثروا بها وأثروا بالمقابل فيها طبعا في صياق هذه المسيرة التقدمية أو التطورية الطبيعية وهذا ما بعد بين المسلمين والبساطة والبساطة تحديدا هنا على المستوى الفكري والعقائدي فالكثير من هذه الشعوب طبعا دخلت الإسلام لكن عندما دخلت الإسلام أدخلت معها الكثير من ثقافاتها من عاداتها، من تراثها وحتى شيء أو بعض أو كثير من معتقداتها الدينية وتصوراتها الدينية أيضا هناك من هذه الشعوب يعني من قام بما يشبه بالمفهوم الحديث من قام بحملات ثقافية مضادة طبعا لتوهين هذه العقيدة القادمة من الصحراء وإظهار بأنها ليست على مستوى العقائد التي مثلا يؤمن بها هذا الشعب أو ذاك أو العقائد التي ورثوها عن الأجداد فقاموا بحملات مضادة يعني بهدف تشويه الدين الإسلامي توهين أركانه مثلا بهدف التشكيك به إلى آخرين وبالتالي لنقول أن في خضام هذا الأمر أو في خضام هذه الحالة طبعا ظهرت الحاجة للدفاع عن العقيدة الإسلامية بوسائل جديدة بأدلة وبراهين عقلية في المقام الأول طبعا أدلة وبراهين عقلية لتكون حجة على الخصم ففي هذه الحالة لا يكفي الدليل النصي الدليل الإيماني لا ممكن الدليل النصي ممكن هو دليل مجدي برهام مجدي في خضام نقاش إسلامي إسلامي نقاش داخلي لبل ربما هو مطلوب في خضام النقاش الداخلي لكن عندما تواجه فكر خارجي فأكيد الاعتبار ولا أهمية لكل هذه النوعية من البراهين والحجج وإنما المطلوب برهان عقلي دليل عقلي ليكون حجة على عقل الخصم وهكذا لنقل تسلح الفكر الإسلامي بالفلسفة طبعا وتحديدا بمنطق المعلم الأول أرسطون من أجل مواجهة كل الخصوم وبالتالي نشأ علم الكلام الإسلامي نشأ علم الكلام الإسلامي كانت فعل كانت فعل على على كل الحملات المضادة كانت فعل على تشكيك الخصوم بالدين بالعقيدة الإسلامية بأركانها أيضا نشأ كرة فعل على تسرب عقائد غريبة دخيلة على الفكر الإسلامي طبعا تسربت مع من دخل الإسلام من غير العرب فهذا هو السبب الرئيسي لنشوء علم الكلام لكن طبعا هناك كما تحدثنا في حلقة سابقة جملة من الأسباب والعوامل الأخرى أهموا عوامل سياسية في المقام الأول ففي الواقع هناك العديد من الأحزاب الإسلامية والجهات السياسية والاتجاهات يعني الإسلامية والفرق المختلفة في حينه واقعا دعمت أو عملت على تقوية علم الكلام لتستعمل علم الكلام في حينه في مواجهة الخصوم مثلا من أجل إبراز حقها في السلطة من أجل إبراز أنها على الحق وبأن السلطة من حقها وبأن الآخر على باطل مثلا يعني تحديدا هذا الأمر تظهر أكثر طبعا من بعد النبي من بعد وفاة النبي وإن أردتم بتحديد أكثر من بعد الفتنة الكبرى على إثر مقتل الخليفة عثمان بن عفان وكل الحروب التي شهدها أهد الخليفة علي بن أبي طالب وكل ذلك الصراع على السلطة طبعا وصولا إلى قيامها الخلافة الأموية وبعدها العباسية إلى آخر لكن يعني كما قلت في البداية فالأصل في نشوء وتطور وازدهار علم الكلام الأصل في الموضوع هو مواجهة الخصوم وكل الأفكار الدخيلة التي تسربت إلى الإسلام والدفاع عن العقيدة الإسلامية في مواجهة المشككين فنشأ وازدهار علم الكلام لأنه العلم القادر على الدفاع عن العقيدة طبعا في وجه خصوم قالوا بأن الفكر الإسلامي هو بكلية فكر تسليمي يعني بين قوسين تسليمي قائم على التسليم على الإيمان ولا يستند على أي مسوق عقلي مثلا أو على أي أدلة عقلانية وبالتالي منك أن نقول هنا يعني كختام أن علم الكلام الإسلامي تماما كما علم أصول الفقه هو علم إسلامي بامتياز منتج إسلامي بامتياز أو منتج إسلامي ببحت طبعا قائم على مسألة عقلانة النقل بمعنى الاستدلال على صحة النقل على صحة النص الديني على صحة العقائد الدينية وما يتصل بها طبعا من خلال براهين وأدلة عقلية وأيضا من مهمات علم الكلام طبعا صد الغزو الفكري والثقافي بين القوسين التي تعرضت له العقيدة الإسلامية وأيضا من مهمات علم الكلام تأسيسه لرؤية فكرية إسلامية طبعا تنطلق من النص الديني لتدعم هذا النص الديني بمنطق وحجج عقلانية وطبعا من أهم أو من أولويات علم الكلام الرد على الشبهات التي كانت تثار في وجه العقيدة الإسلامية بصفا عامة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر